موسيقى السلام عليكم مع استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة في يومه التاسع والستين ونحن نشارف على اليوم السبعين وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين من بينهم أطفال ونساء بين شهيد وجريح ومفقود وفقدان البنية التحتية نتيجة الدمار الذي لحق بكل شيء يتواصل الدعم الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني وسط الصمت المطبق من قبل الجامعة العربية في حين شهد عدد من دول العالم إضرابا تضامنيا مع غزة للضغط على المجتمع الدولي بهدف وقف العدوان صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية ليمور لوريا تقول لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا وإن أكثر من 58% من الجرحى الذين يتم استقبالهم يعانون من إصابات خطيرة وهناك نحو 12% من تلك الإصابات الداخلية هناك أيضا إصابات في الرأس والعين ونحو 7% إصاباتهم عقلية يأتي هذا في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومة تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد الحل وإنه يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإن سلامة الشعب اليهودي على المحك وإن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بقصفها العشوائي على غزة الذي أودى بحياة المدنيين الفلسطينيين في هذه الساعة من برنامج حديث العرب نطرح التساؤلات الآتية ما دلالت ما تحدث به المحللون الإسرائيليون والصحف الغربية باستحالة انتصار العدو الصهيوني في معركة طوفان الأقصى ما تفسير ظهور الأرقام عن خسائر جنود الاحتلال لا سيما ما أعلنته مستشفيات الكيان الصهيوني ما وقعوا ما بثته وتبثه فصائل المقاومة الفلسطينية من أفلام توثق حقيقة خسائر الاحتلال على الداخل الإسرائيلي وما المتوقع من سيناريو لوقف العدوان هل ستنجح إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة ولماذا تغيرت لغة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل حيث طفى على السطح الانقسام الواضح بين الطرفين على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المحاور وغيرها سنبحثها مع ضيوفنا سيكون معنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي مأمون أبو عامر أستاذ مأمون حياكم الله مرحبا بكم حياكم الله حياك الله وعبر سكايب المتخصص بالشؤون الإسرائيلية عليان الهندي حيث يكون معنا مرام الله أستاذ عليان مرحبا بكم حياكم الله مساء الخير لك أولا الضيوف وأيضا عبر سكايب الصحفي الفلسطيني من نابلس سامر خويرا أستاذ سامر مرحبا بكم حياكم الله معنا السلام عليكم مساء الخير مرحبا لك أولا الضيوف ضيوفنا الكرام مشاهدين قبل أن نبدأ مناقشة محاورنا ندعوكم لمتابعة هذا التقرير منذ اليوم الأول للحرب الصيونية على قطاع غزة أعلن رئيس حكومة الاحتلال بن يامين نتنياخو القضاء على حركة حماس عسكريا وسياسيا واستعادة الأسرى والمحتجزين الصهاين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة هدفين لهذه الحرب وبدأت الحرب بغارات جوية ثم عمليات برية محدودة في مناطق شمالية القطاع ما لبثت أن توسعت لتشمل محيط مدينة خان يونس جنوبية غزة وأطالت أيام الحرب وأسابيعها ودخلت شهر الثالث وستتعاضم كبير لقائمة المجازر الصيونية ضد المدنيين الفلسطينيين في أنحاء القطاع دون أي مؤشرات على تقدم عسكري حقيقي نحو تحقيق الهدف الصيوني للحرب بل على العكس من ذلك ازدادت خسائر الاحتلال وتفاقمت مع كل توغل جديد في أرض غزة ومع تفاقم الخسائر وفشل قوات الاحتلال في استعادة أي أسير لغى في غزة رغم محاولتها ذلك أكثر من مرة بدأت لغة داعمي الاحتلال الصيوني في الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتغير فبحسب ما أوردته صحيفة والستري جونال الأمريكية فإن هناك رأي سائدا في أوساط المسؤولين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حماس أو استعادة أسراغ بالقوة رأي عبر عنه كذلك مسؤولون عسكريون أمريكيون كما عبر عنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالقول أن محاولة القضاء على حركة حماس قد تعني استمرار الحرب لعشر سنوات قادمة وشيئا فشيئا بدأت لغة الواقع وصدمات المقاومة لآلة الحرب الصيونية تتسرب إلى المعسكر الصيوني فها هي الصحيفة الأمريكية ذاتها وستري جونال تنقل عن عسكريين إسرائيليين قولهم إن القتال في غزة لا يسير على ما يرام وأنهم لا يثقون في قدرة قواتهم على النصر في ظل استراتيجية الحرب الحالية ليؤكد واقع المعركة أن الأرض تقاتل مع أصحابها وأن الغرباء المعتدين مهما بقوا فيها غدرا واحتلالا فهم راحلون إذا المشاهدين الكرام نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب مآلات العدوان الإسرائيلية على غزة نبدأ معكم أستاذ مأمون يا حبذا لو تعطينا نبذة مختصرة عن الوضع الإنساني في قطاع غزة وأريد سؤالكم ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومة تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد الحل هل تغيرت لغة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل أستاذ مأمون بداية أن أرحب بك ومشاهدينك الكرام وضيوفك الكرام حقيقة الوضع في غزة باختصار شديد حديث المتواصل اليومي مع الأهل والجيران والأصدقاء الوضع صعب إلى أباد ما يمكن تصوره أو تخيله أي إنسان الوضع الجوع والعطش يعني إذا لم تمطر السماء فهم عطشه وإذا أمطرت يناموا الناس في شوارع رفع في شوارع رفع لأنه معظم الناس انتقلت إلى رفع خاصة ينتقلوا في رفع لا يجدوا أماكن لا يجدوا بيوت لا يجدوا مساكن فيناموا بالشوارع بيضعوا يعني بيناموا على الأرض بيضعوا كيس نيلون عليهم عائلات كاملة بهذا المشهد علاوة على الجوع والعطش الجوع الناس يبحثون عن طحين كيس الطحين حوالي أكثر من 100 دولار حوالي 20 كيلو يعني الكيلو بيطلع بحوالي 20 دولار كيلو الطحين يعني بحوالي 20 شكل أو حوالي 5 دولار تقريبا وتتصور كيلو الطحين ب5 دولار ومش موجود ولا تجدوا أصلا يعني أنه سلعة مفقودة من يبيع للطحين هو من يتمكن من وصول إلى الطحين وعنده نقص في المال فيضطر لشراء حاجيات أخرى يقلص من حاجته للطحين حتى يأتي بحاجيات أخرى لأنها نادرة يعني نعم في الوقت الذي تتكدس آلاف الشاحنات أو مئات الشاحنات على الجانب المصري على تبعد مئة متر على الحدود مئات الشاحنات تمتلع بآلاف الأغراض نعم التي تقوى تحطي الناس طعام أو شراب أو خيام والناس في وضع كأنهم كالفراش المبثوث نعم أو يعني تسأل بعض الناس يقول يعني ربي أقم الساعة نعم لأن الإنسان في حالة لا أعتقد أن مر أشايا شعب في التاريخ مثل هذه الحالة بالضبط نعم ولا أصور أن نحن ما بين صورة يعني أهل الأحزاب وما بين الإخدود نعم الخوف من القتل القتل في كل مكان أنت تذهب يعني اليوم كان في عندنا مذابح في رفح التي هي المنطقة الآمنة نعم أي مكان هو غير آمن لا يوجد شيء اسمه آمن في أي منطقة القتل على بلا حدود لا تذهب المستشفى لا يوجد علاج نعم وهناك خمسين ألف جريح حوالي عشرة آلاف جريح تاجوا للخروج إلى المستشفى لم يخرج منهم حتى الآن خمسمائة أو ستمائة شخص ستمائة شخص نعم عبر بوابة يعني في هذا الإطار لو نربط بين ما يحدث في قطاع غزة ونحن هنا في قناة رافدين نغطي بشكل يومي عبر الأخبار وعبر التغطيات نغطي بشكل واسع عن ما تعانيه قطاع غزة وما يعانيه الشعب الغزي ولكن تغير لغة الولايات المتحدة هل سيكون في صالح ما يعانيه الشعب قطاع غزة؟ هذه المعاناة حركت يعني للأسف الشديد حركت قلوب الأعاجم لكن للأسف لم تحرك قلوب العرب والمسلمين لا نجد مظاهرة قليلة في بعض العواصم العربية في بغداد في بيروت في عمان في صنعاء بعد هيك يعني لا تجد يعني أو في بعض البلدان الإسلامية أندونيسيا ماليزيا باكستان شوية في تركيا يعني ولكن هذا أم أثنين مليار تنتظر تستجدي العالم أن يفتح المعبر مصر بكل هذه الثقة الاستراتيجية والمكانة الدولية تستجدي يعني تأخذ إذن إسرائيل لدخال شاحنة وللأسف الشديد عندما تدخل شاحنات للأسف الشديد والكارثة نص الشاحنات تدخل ماء وبإمكانه شاحنة هذه بتدخل ماء بقالون سولر واحد بتشغل محطة تحلية بتكفي بادر شاحنة لماذا بتدخل لشاحنات دخل لطحين وبقليات حتى إقدات الناس مساعدات طبية وغذائية والخيام والحاجة للناس للأسف الشديد يعني حتى معايير الإدخال قليل ومعايير الإدخال مبتورة حتى بدخل حليب طب وحليب بدنا تلاجات فيش كهرباء بدخل حليب ليش طيب وألبان يعني أخلينا أحكي الشغلة أكمل الآن بالنسبة للموضوع الأمريكي تفضل الآن هذا الحدث يعني وما حدث في العالم الغربي من مظاهرات وإحتجاجات يعني أثر في المجتمع الغربي وستطلعات الرأي في أمريكا كان واضح أن 70% من الجمهور الأمريكي غير راضي عن السياسة أوباما في هذا الاتجاه خاصة في الجيل الشبابي من 24 إلى 18 إلى 24 طبعا يمكن النسبة أقتقل في الأجيال كبيرة لكن بالمجمل العام هناك 60% من الجمهور الأمريكي غير راضي عن هذه السياسة واعتبر السياسة متحيزة لإسرائيل لذلك أعتقد أن التحرك هذا في الإدارة الأمريكية جاء ضمن ضغوط داخلية وليس من ضمن ضغوط الأصل أن يتحرك ربع العالم أو أكثر من حوالي 2 مليار مسلم من 7 مليار ونص أو 8 مليار يتحرك للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف هذه المجزرة وهذه المطحنة وهذه المحرقة ضد الشعب بفلسطين الأعزل طيب أستاذ عليان وجدد الترحيب بكم لا نغادر ما تفضل ما صرح به بايدن وليس ما تفضل به آسف جدا قال يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإن سلامة الشعب اليهودي على المحاك هل فعلا الولايات المتحدة في هذا الظرف تحديدا تريد حلا طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أستاذ عليان أسف مساء الخير لك ولجميع المستمعين أحب بصراحة أول أعلق على الأزبة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة قبل أن أجيبك على السؤال التقارير الدولية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود كارثة عظمى في قطاع غزة حيث لا يجد ما يقارد من 30 ألف مريض ضغط وسكري أدوية ولا يوجد هناك أدوية لعلاج ألف مريض من الصراع وأمراض الإنفلوانزا والمعاوية انتشرت بشكل هائل عشر أضعاف تضاعفات أمراض الإنفلوانزا وهي السبب الأول بالمناسبة للوفاة في كل العالم فما أدرك في الحالة التي يمر بها غزة أعتقد أن هناك تقارير دولية بالمناسبة تصدر عن الوضع الإنساني بشكل يومي من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الأنر وجميعها تشير إلى أن الكارثة إذ لم تجد لها حلا سريعا وفوريا أعتقد أنها ستتفاقم وستؤدي إلى الشهداء وموتى أكثر من الأعداد الذين استشهدوا في المعارك ونوجه عبر محطتكم الكريمة لداء لكل أحرار العالم كي يكون هناك تحركا من أجل أن يجدوا حلا ولو طارعا للأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة خاصة أن السياسة الإسرائيلية والهدف الإسرائيلي الأصلي هو تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة ودفعهم إلى التوجه نحو مصر وإذا نجح المخطط الإسرائيلي هذا يتعتقد أن إنهاء حماس وقوتها العسكرية ومعه فصائل المقاومة سيكون أمرا سهلا خاصة أن خروج ما يقارب المليونين فلسطيني من قطاع غزة سيحل أزمة قطاع غزة نهائيا في الجانب المصري وسيترك قطاع غزة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لذلك أعتقد أن الجانب المهم في هذا الموضوع هو أن المحافظة على صحة السكان في قطاع غزة وعلى بقاؤهم في حالة مقبولة نوعا ما أعتقد أنه يخدم الأهداف السياسية الفعولية للشعب الفلسطيني وحتى لجمهورية مصر العربية بإبراء قطاع غزة مشكلتان لإسرائيل وليس مشكلتان للعرب فيما يتعلق بسؤالكم أعتقد أنه اللهجة الأمريكية بصراحة هي تتغير في يعني بعيدا عن الجانب الشعبي اللهجة الأمريكية تغيرت أمام وسائل العلام ولم تتغير في فيما وراء الكواليس وأعتقد أنه زيارات الأمريكية المتكررة هدفها أولا ضمان أن تحقق إسرائيل أهدافها وبالمناسبة إسرائيل للولايات المتحدة جزء من المساعدات التي تسمح بإدخالها بعد الضغط على إسرائيل هو الهدف الأساسي منها هو إطالة أمد الحرب وفق الرؤية الأمريكية أعتقد أن الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية هي تختلف في أمر واحد الولايات المتحدة الأمريكية تريد قتل أقل دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد قتل أكثر وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك تغيير جوهري في هذا الموضوع الزيارات الأمريكية المتكررة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتصريحات المختلفة والاجتماعات حتى المشاركة في مجلس الحرب وهي من المرات القليلة التي يشارك فيها المسؤولين الأمريكان في مثل هذه المجالس تشير بوضوح أن الخلاف بين الطرفين ليس حول الأهداف والوسائل وإنما حول الوقت في الوقت الذي تطرح في إسرائيل أنها تحتاج إلى شهرين تنهي بالمناسبة المعارك الكبيرة وليس الصغيرة تصرح الولايات المتحدة الأمريكية أن ذلك كثير وهي تريد من شهر إلى شهر ونصف وهذه اللغة بالمناسبة ما زالت فيها سيدة الموقف منذ أكثر من حوالي أسبوعين ووسائل الإعلام المحلية والإسرائيلية والدولية تتحدث عن هل هما شهرين أم شهر ونصف وتبين اليوم أن جاك سلوفان المسؤول الأمن القومي في الإدارة الأمريكية جاء اليوم لكي يتحدث عن مدة شهر كامل أما فيما يتعلق بالتوجهات نحو الحل النهاي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها سياسة واضحة تجاه القضية الفلسطينية وهي رسمت منذ عام 1967 حتى هذا اليوم طالما أن القضية الفلسطينية لا تشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط في دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنما في كل المنطقة وطالما كان هناك تخليا عربيا عن هذه القضية أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل سياستها وجل ما تعمل عليه هو التوصل إلى ما يشبه اتفاق أوسلو جبيب في المنطقة والكثير من المؤشرات تشير إلى هذا الوقت نعم أستاذ علي أستاذ سامر ما دمنا قد أخذنا تصريح بايدن لا بد من أن نأخذ تصريح للقيادي في حركة حماس وسام حمدان حيث يقول لن يفلح الاحتلال في تحرير أسراء أحياء وأن نتنياهو لن يحقق هدفا في غزة وأن فعل المقاومة جعل بايدن يدرك أن حرب إسرائيل جنون سيضر الكيان الصهيوني بأكمله بعد تصريح بايدن تجاه إسرائيل كيف يمكن للمقاومة استثمار هذا التصريح وما الذي أن تفعله في هذا التوقيت تحديدا مساء الخيرات رحمنا شهداء من غزة هاشم في كل فلسطين التاريخية وإن شاء الله نصر للمقاومة أقول لك كما قال الأستاذ عليان ليس حبا في الفلسطينيين وليس كرما من بايدن أن يتحدث بما قال به هذا الرجل هو ضمن منظومة متكاملة ليس وحده بل هي إدارة أمريكية وهناك من يديرها في الخفاء أكثر ممن يظهر في العلن دعم مطلق غير مسبوق للكيان الإسرائيلي ومن يفكر يوما من الأيام أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتحدث في تصريح هنا أو هناك قد يكون في صالح القضية الفلسطينية فهو واهم ومن يعتقد أن بايدن أو الإدارة الأمريكية أو من سيأتي بعده ومن كان قبله قد يعال يوما لصالح القضية الفلسطينية فأعتقد أنه يحتاج إلى دروس كثيرة في السياسة وأكبر دليل اسمح لي أن أذكر الناس قبل يومين فقط بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لو كان فعلا بايدن أو الإدارة الأمريكية حريصة أو تهتم لآلاف الشهداء وللدمار الهائل غير المسبوق في غزة على الأقل على الأقل اكتفت بعدم التصويت أو تعارض أو تدعم لكن على الأقل هي تكتفي بعدم التصويت لكن الإدارة الأمريكية موقفها واضح بشكل كامل الآن هذا التصريح أيضا لا شك ينم عن بدء خلاف ممكن يكون حقيقي ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنتينياهو والحكومة الإسرائيلية هذا التصريح سبب الرئيس التأثيرات غير المسبوقة لإنجازات المقاومة على الأرض على الملف الفلسطيني وعلى الملف الدولي وقد تكون مؤثرة حقيقة في موضوع الانتخابات الأمريكية بايدن يريد أن يجلس على الكرسي مرة أخرى لأربع سنوات لكن واضح أن الحراك العالمي والحراك الأمريكي غير المسبوق في كثير من الولايات والمواقف حتى داخل الإدارة الأمريكية والاعتصام الذي جرى أمس أمام البيت الأبيض من عدد من موظفي البيت الأبيض الذين يطالبون بالضغط لوقف إطلاق النار أعتقد أن المقاومة هي التي أثرت على هذا الأمر وإنجازات المقاومة وصمود المقاومة وقدرة المقاومة على تحطيم الكيان الإسرائيلي وعلى تحطيم الجيش الإسرائيلي هي التي أثرت في ذلك وطبعا الفضل أولا وأخيرا هي لصمود الشعب الفلسطيني الصمود غير المسبوق هذا الصمود الأسطوري اليوم المقاومة تدرك تماما أن بايدن والإدارة الأمريكية والأوروبيين وحتى بين قوسين المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ونتينيه حقيقة ودون مجاملة وبعيدا عن الإنشائيات هم مأزومون حقيقة وبالتالي أظن أن المقاومة قادرة على قراءة هذا الأمر بشكل جيد وسوف تستثمر هذه التصريحات لصالحة وسوف تضخ لأنك أنت تحدثت عن المعركة الإعلامية وهذا أمر مهم جدا وكوني صحف أعمل في المقاومة سنتحدث عنه بشكل كبير تأثير الضخ الإعلامي للمقاومة والفيديوهات المدروسة والتصريحات أيضا المدروسة من أسامة حمدان وبالأمس إسماعيل هنية وغيرها تأتي كلها في صف المقاومة الفلسطينية الكلمة الأولى والأخيرة لن تكون لا لبايدن ولا نيتينيهو ولا الدول المطبعة ولا غيرها ستكون فقط للمقاوم الذي يجلس تحت الأرض ليؤثر على من هم فوق الأرض هذا المقاوم الذي موجود الآن ولديه رؤية واضحة وإيمان مطلق بما يقوم به هو الذي سيرسم خريطة المنطقة في المرحلة القادمة هو الذي سيؤثر أستاذ مأمون يعني محللون إسرائيليون تحدثوا عن استحالة انتصار إسرائيل وأيضا تحدثت صحف غربية من أن إسرائيل لن تكسب الحرب ما هي الدلائل التي دعتهم للوصول إلى هذه النتيجة هذا يأتي في سياق يعني واحد وهو كما تفضل الزميل سامر قضية أنه إنجازات المقاومة على الأرض نجاحها في إفشال يعني في أنه مصارين للمقاومة المصار المقتالي للمقاومة المسلحة والمصار الصمودي للشعب الفلسطيني الصامد يتحمل كل هذا الضغط الهائل لا يتحمل بشر فوق الأرض وعدم يعني إسرارهم على البقاء على هذه الأرض وعدم الإنزياح من هذا الأدراغ من كل هذا الضغط الذي تشاهدونه والذي تسمعونه هذا إسطورة هذا إسطورة التاريخ ستكون جانب إسطورة المقاومة المقاومة بإمكانياتها المحدودة فارق القوة وفارق الإمكانيات ما بين الطرفين مهول جدا من الأرض للسماء يعني كما يقولون يعني كل المقاومة ماذا تشاهدون ويمتلكون أربي جي فقط أو كلشي أسلحة خفيفة نعم أسلحة خفيفة جدا حتى الطائرات هي طائرات خفيفة يعني لا تعد بالنسبة للذخيرة ويمتلكوا الخصم لذلك هذا يعني هذا الصمود هذا الإسطورة جعلت العدو يقتنع وهذا صار حديث واضح عند المحللين استراتيجيين أن الجيش كان يدوء يتحدثون أن الطيران لا يمكنه حسم المعركة على الأرض ثم بعد ذلك قالوا يعني أعملية أنه يجب أن يدخل الجيش عندما دخل الجيش في السجاعية برا وقتل الجنود قالوا يجب أن الأصل أن نبعث الطائرات ولا نرسل الجيش فهذا واضح على أن الوقاع على الأرض هي التي تغير الخطة لذلك لا توجد خطة استراتيجية واضح لدى الجيش للتعامل مع هذا الحدث والآن هناك اعتراف واضح أننا كل رئيس كان وزير الدفاع رئيس الوزراء قاتل الجيش أنا أيام صعبة أيام مرة حديثهم يعني احنا تحدثنا من نسمى شهد الإعلام الإسرائيلي منذ فترة طويلة ومنذ اليوم الأول وبعد الفشل الكبير بدأوا يطلقوا مجموعة من الألفاظ والاستعارات التي تعطي الاطمانين للجمهور الإسرائيلي بأن إنجازات تقدم تحقيق مكاسب فرض يعني ثم بصلوا لمرحلة هناك مظاهر انكسار في المقاومة هناك مظاهر ضعف في المقاومة هناك سيطرة هناك 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 جملة كبيرة بيعطاء الجمهور الإسرائيلي هذا المعاني ثم تأتي بعد ذلك وبالأمس بسحة الفيزيونات الآن يتساءلون إذا كانت أنجزنا كل هذه الإنجازات فكيف يخرجون لنا بعد أيام ويقتلون هذا الأعداد الضخمة هذا أصبح مشهد مشهد مربك وصار نقاش فعلا فيه نقاش حاد فيه داخل القنوات التلفزيونية أين الإنجاز؟ ولذلك الآن المحللين أصبحوا يدركون يعني اليوم كان فيه مقالة في جريزة جروزوليم بوست يعني بنقل عن خبراء استراتيجيين إسرائيليين قالوا أن التقدير عندهم أن التقدير عندهم لا إسرائيل ستستطيع السؤال ما يطلح الآن من سينتصر غير واضح من سيحسم المعركة لأنه لا توجد دلالة أن جيش إسرائيلي قادر على حسم المعركة ولا دلالة أن حماس ستهزم إسرائيل في هذه المعركة طبعا هزيمة لما تهزم جيش لإعتبارات ومفهوم آخر ولما تهزم مقاومة إلى مفهوم ولذلك لا يوجد جواب حتى الآن عند الإسراتيجي إسرائيليين حول التعاون مع هذه المعركة أستاذ عليان كشفت صحيفة هارتس العبرية عن الأرقام الكاذبة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أعداد المصابين في المستشفيات الإسرائيلية أيضا ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن ما يقرب من خمسة آلاف جندي صهيوني وقع بين قتيل وجريح ولكن السؤال هنا لماذا بدأت تظهر الأرقام خسائر جيش الاحتلال بعد أن كان الاحتلال يتكتم عن خسائره بصورة واضحة أولا لابد من القول أنه في هذا الموضوع بذلك أنا بالمناسبة أعد تقريرا شاملا عن هذه الحرب وأتبع كل تفاصيلها إن كان باللغة العبرية أو باللغة العربية وأحد الموضوع التي أتبعها في هذا الموضوع هي مسألة القتل والجرحة الإسرائيليين في قطاع غزة كان واضحا منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية التي شنها المقاومين على غلاف غزة أن هناك عشرات القتل والجرحة وقد تبين لي من الإحصائيات حينها أن الذين جرحوا حتى العاشر من أكتوبر من الشهر الماضي بلغ ما يقارب الثلاثة ألاف وتمانمائة من بينهم ألف وإضافة إلى ألف ومائة وخمسة عشر قتيل عندما أراجع الإحصائيات التي أتبعها أيضا يوميا أجد أن عدد الجرحة اليوم يصل إلى ما يقارب 11 ألف جريه معنى أن هناك أرقام هائلة من الجرحة تصل إلى ما يقارب السبعة ألاف جريه وإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 150 قتيلا إسرائيليا حسب الإحصائيات التي أتبعها أنا وليس كما يدعون 114 جندي من ضمن هؤلاء الجنود 11 واحد في جنوب لبنان قم قتلهم على أيدي مقاتلي حزب الله وأربعة في الضفة الغربية خمسة في الضفة الغربية أحد هؤلاء قتل عياد مستوطن بالمناسبة يمارس أبشع أنواع القتل والتخريب في أراضي الفلسطينيين في جبال الضفة الغربية وبالتالي إذا تتبعنا الأمر وفق ما يجب في كل الحروب في العالم إذا قدر أن حسب ما جرى في الحرب الروسية الأوكرانية أن 10% من قوة المهاجمين قتلى مقابل واحد من المدافعين أعتقد أن الرقم القتلى في إسرائيل سيصل إلى أكثر من 400 إلى 500 قتيل لكن إعادة إسرائيل لا تريد أن تعلن بشكل واضح عن قتلها خوفا من زيادة معنويات المقاومين في تطا غزة لذلك تحاول المقاتلين بث الصور والأفلام المتنوعة حول العمليات البطولية التي يقومون بها فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي أعتقد أن إسرائيل مجندة بشكل كامل ومطلق اليوم في مواجهة الفلسطينيين في تطا غزة وفي الضفة الغربية ومدى تنشر هذه المعلومات كي لا يصلوا إلى الحقائق التي ينشرها الفلسطينيين بالمناسبة وبالتالي إضافة إلى ذلك هم يحاولون تعبئة المزيد من الشارع الإسرائيلي من وراء هؤلاء القتلى الذين كما يتحدثون عنهم يمارسون أعمال بطولية في قطاع غزة لكن الحقيقة هي أعمال إجرامية بكل معنى الكلمة أستاذ سامر عفوا آسف للمقاطعة ولكن دعني أنتقل في هذه النقطة التي أثرتها أستاذ عليان وسامر فصائل المقاومة تبث بين الحين والآخر أفلام توثى خسار الاحتلال سنبحث هذا الأمر معكم ولكن دعوني مشاهدين الكرام ضيوفي نذهب إلى فاصل قصير يتضمن إنفوغراف تفضلوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مآلات العدوان الإسرائيلي على غزة هذا ما نبحثه الآن في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع وصلت إلى الأستاذ سامر فصائل المقاومة تبث بين الحين والآخر صور وفيديوات توثق الخسائر الكبيرة التي تلحقها بجيش الاحتلال أثر ذلك على الداخل الفلسطيني من جهة وعلى الصهيوني من جهة أخرى أنا عندي ما عليش ترد الأستاذ عليان وأرقامه مهمة جداً اللي ذكرها أنا بنظر الجيش الإسرائيلي أن المجتمع الإسرائيلي متجند وراء الجيش الإسرائيلي وليس وراء نتنياه هناك فرق شاسع بين الاثنين ليش متجند وراء الجيش الإسرائيلي؟ لأنه بنظره أن الجيش هو اليوم المنظومة اللي عليها إجماع نتنياه عليه خلاف شديد جداً نتنياه فاسد نتنياه يجر الدولة إلى الكوارث ليش؟ الجيش يشعر حقيقة أنه وقع في الفخ وأنه وقع في مصيضة وأنه وقع في الوحل في غزة ولا يستطيع الآن إنقاذ جنوده لدرجة أنه يرسل لهم إمدادات عبر الطائرات أما برياً لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يرسل من خارج غزة إلى داخل غزة أي دعم وإسناد وبالتالي هو يريد أن يقول للمجتمع الإسرائيلي إحنا ورطنا إحنا وقعنا في الفخ لكن أنا ما بأقدر كجيش أعلن انسحابي لا أستطيع كجيش أن أعلن استسلامي شو الحل؟ الحل اضغطوا يا مجتمع إسرائيلي اطلعوا في مسيرات يا عائلات القتلى الجنود الإسرائيليين أعلوا صوتكم يا عائلات الجنود الموجودين الآن في الحرب حتى لا يعود أبنائكم بتوابيث كما عاد سابقهم أخرجوا في مسيرات يا عائلات اللي أبنائكم بدهم لسه يروحوا على الخدمة أعلوا صوتكم أولادكم سيقتلوا أنا أظن أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى قناعة راسخة لا تقبل الشك أنه لا يمكن له أن يهزم حماس لا يمكن له أن يحقق أي إنجاز بعد 60 أو 65 يوم فبالتالي الجيش الإسرائيلي حقيقة في مأزق ومأزق كبير لكن لا يستطيع أن يخرج ويعلن تعرف لو الجيش الإسرائيلي يطلع ويعلن الاستسلام أو الانسحاب لن تقوم لإسرائيل قائمة فبالتالي هو يريد من المجتمع الإسرائيلي أن يخرج أن يتحرك وخرجوا وعلوا صوتكم بالمقابل أنت سألت سؤال مهم جداً ماذا تفعل المقاومة المقاومة تزيد في هذه القناعة لدى المجتمع الإسرائيلي اليوم أبو عبيدة أو فيديو قصير من كتائب القسام أو أي فصيل مقاوم يكتسب مصداقية تصل إلى 100% مقابل بيانات الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللي بيطلع بفيديوهات كلها كذب وانقلب بين قوسين إلى مسخرة حتى للمجتمع الإسرائيلي حتى للإعلاميين الإسرائيلي هذه الفيديوهات هي تؤكد أن المعركة الإعلامية لا تقل خطورة وأهمية وتأثير عن المعركة الميدانية كل فيديو وكل صورة أنا أعتقد أنها تصيب المجتمع الإسرائيلي في مقتل إذا كانت الرصاصة أو قاذف الياسين 105 قد يقتل جندي أو جنديين لكن الفيديو الواحد يقتل المجتمع الإسرائيلي هذه الفيديوهات مدروسة بدقة بالغة هذه الفيديوهات مصورة ورغم أنها في الثان لكنها مصورة باحترافية ورغم أنها يتم إخضاعها بين قوسين للمتابعة وللمنتاج للضروريات الأمنية لكنها أيضا مؤثرة جدا في المجتمع الإسرائيلي ترفع معنويات الشعب الفلسطيني والله أكون صادق معك يعني نحن نشوف الأطفال ونشوف النساء وبالمحصلة هذه فطرة إنسانية ويتفطر القلب لكن اللي يخفف على صوية صغيرة اللي يخفف قليلا من ذلك ويخفف على كل أحرار العالم مش فس الفلسطينيين كل أحرار العالم إنه في مقاومة صامدة في مقاومة عماله المقاوم عفوا يرتدي أعزكم الله حذاء وبنطال بسيط ويخرج من بين الأنقاض ويقتل أو يفجل دبابة ثمنها ستة وعشر وعشرين مليون دولار بقاذف لا يكلف مئة دولار فبالتالي يعني إحنا ببث فينا الروح المعنوية عماله بيعزز قناعتنا إنه المقاومة صامدة المقاومة قوية المقاومة مستعدة بيخفف من حدة الجرائم الإسرائيلية إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون هذا الأمر المعركة الإعلامية لازم نعرف إنها لا تقل ضراوة وقد تكون هي الحاسمة ولولا هذه المعركة الإعلامية لما خرجت مسيرات في بريطانيا ولما خرجت مسيرات في أمريكا ولما تحركت كثير من دول العالم عفوا هم هاي الدول هي لما بتشوف هذه الفيديوهات هي وصلت أيضا إلى قناعة إنه هاي الحرب بين جيش منظم الجيش الإسرائيلي بين قوسيم أو نظامي ما بين عصابات وتشكيلات أو مجموعات ميليشيات وهذا ليس تقليل من قيمتها لا سمح الله لكن لا يمكن وهذه النقطة الأخيرة سمحني أنا أوضحها بثانيتين لا يمكن لجيش نظامي في العالم ولم يسبق أن هزم جيش نظامي تشكيلات بين قوسين أو مجموعات في هذه ليش؟ لأنه الجيش النظامي متدرب دبابة لدبابة طيارة لطيارة جندي لجندي لكن لما بيطلع له مقاومة من تحت الأرض ومقاومة من يمينه ومقاومة من يساره وصاروخ بنزله من السماء وقم بيطلع له من الأرض كيف بدأ يتصرف الجند الإسرائيلي؟ بدأ يستسلم أو بدأ يموت فهو أنا أظن لك إنها المعركة بإذن الله محسومة والمقاومة من 7 أكتوبر لكن هي بتعزز عما لا قناعنا إنه لا يمكن أن نهزم وإن الجيش الإسرائيلي بإذن الله سيهزم ويولى الدبر والمجتمع الإسرائيلي وصل إلى قناعة راسخة إنه لا يمكن هزيمة المقاومة الفلسطينية تحت أي ظرف كان طيب أستاذ مامون التهجير فشل القضاء على حماس واضح أنه في طريقة إلى الفشل تحرير الأسرى بالقوة قد فشل ولكن هل ستنجح الإدارة الأمريكية في فرض واقع سياسي بلا حركة حماس داخل غزة خاصة إذا ما علمنا أن السيد إسماعيل هنية قال أي رهان على الترتبات في غزة بدون حماس وفصال المقاومة هو وهم وسرى المعادلة محكومة بنتائج المعركة نعم هل الاحتلال سيستطيع إخماد المقاومة وكسر إرادتها في القتال أول حاجة قدرتها على الفعل ثم كسر إرادتها القتال نسأل حتى الآن نحن في مرحلة بمرحلة المقاومة لازالت منظمة بعد اليوم عندنا 69 يوم 49 يوم من القتال المباشر بعد الدخول البري عندنا 69 يوم في 20 يوم كانت قصف جوي وعندنا 49 يوم اللي هو العملية البرية تعمل منظومة القيادة والسيطرة والتحكم كما تشاهدون تسطى الفيديوهات تنشرها كل أحدث تنشرها وتوجه القيادات وتقوم بعمليات وتسادف العدو لذلك إمكانية كسر هذا كان حديث في الإعلام أنه فكرة كسر المقاومة حتى الآن ما زالت بعيدة ولزالت هناك فرق كاملة من المقاومة لم تدخل القتال يعني في غزة نفسها فيه ثلاث مناطق لنسا ما دخلتش القتال لعندنا الدرج والزيتون والتفاح نعم هذه المناطق ومخيم الشاطئ نفسه لم يدخلوا طيب حتى الآن السجحية السجعية وجباليا الجباليا لم يحكم السيطر عليها وبالتالي وخانيونس أيضا لسا لازالوا في أطرافها الشرقية يعني وهذه المناطق خاصة منطقة جباليا ومنطقة سجعية أنا بسميها تورابورا غزة يعني لأنه هذا بالفكرة لا يمكن السيطر على زقاق زقاق واسعة ممتدة بسافات طويلة وبلوكات حجرية كبيرة لا يمكن السيطر عليها يعني ما في لا غير تمسحها بقنبلة ذرية أو تمسحها أو دمرها كل هيتها حتى بعد ذلك سيخرج المقاتلين من الأنفاق وبالتالي فكرة السيطرة معدومة وقلت أن تورابورا لأنه لأنه هناك ما حدث في تورابورا بالنسبة للجيش الأمريكو عندما تحدث الرئيس بايدن ونصحهم لا تكرروا خطأنا في أفغانستان لأنه لأنه نحن لا يمكننا نحتل تورابورا بقينا في الخارج قصفنا بقينا في الخارج ثم بعد ذلك تم ننظمة المقاومة نفسها وهذا ما حدث أنه الآن يعني صار فيه عجز أو لا قدر الله فيه أن يستمر في بعض المناطق بعد ذلك الاحتلال لن يستطيع أن يدخل لأن المقاومة ستبقى موجودة والاحتلال سيضطر إلى أن يستمر فترة طويلة وهذا ستعود المقاومة كرة أخرى وبالتالي يعني مع وجود ما زالت في المنطقة الجنوبية رفح نزالة قائمة المنطقة الوسطى ما زالت قائمة المنطقة أحياء في غزة كاملة حتى المنطقة التي تم السيطرة عليها بيت لاهي بالأمس كانت في معركة نعم هي أخصى شمال غرب غزة نعم وهذا تم دخولها في أول في أول أسبوع فلذلك العملية الحديث عن ما بعد حماس أعتقد من المبكة الحديث في هذا الأمر إلا إذا كان الحديث يدور حول إيجاد مخرج لنتانياهو في هذا الموضوع وإخراج مخرج الإدارة الأمريكية بأن تبحث عن كيف يمكن أن تخرج من هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه بأنها كانت حليفة لنتانياهو وبالتالي هم يريدون أن يخرج يضع الفشل على نتانياهو لوعده وتخرج الإدارة الأمريكية من هذا من هذا الأزمة وتتفرغ لملفاتها الأخرى خاصة الملف الداخلي أستاذ عليان أريد أن أبحث معكم عن يعني مثلا الاتحاد الأوروبي وموقف الاتحاد الأوروبي ولكن مشاهدين الكرام دعوني أذهب إلى فاصلا قصير ومن ثم نعود إلى الأستاذ عليان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد أستاذ عليان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأم ضد قرار يدعو إلى وقف الحرب في غزة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول أن حجم الدمار في غزة يفوق ما تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية لماذا لا يحركهم هذا القتل والدمار لوقف المحرقة وفي أي سياق يمكن أن نضع هذا هذا التصريح أستاذ عليان يعني أولا حابب أوضح بس نقطة بخصوص الأهداف الإسرائيلية من الحرب بصراحة يعني بغض النظر عن نتائج المعرب مهنا كان أعتقد أنه إسرائيل لن تستطيع أن تحقق الأهداف المرجوة من هذه الحرب كما لم تنجح في تحقيق الأهداف التي شنت على مدار الأربعين عاما القمع الماضية حروبا متواصلة ضد الشعب الفلسطيني يحددت لها أهدافا خلال اشتياح بيروت عام 1982 ولم تتحقق ويحددت لها أهدافا خلال الانتفاضة الأولى ولم تتحقق ويحددت أهدافا لها في الانتفاضة الثانية وفي الاعتداءات المختلفة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كل هذه الأهداف لم تتحقق خاصة أن كل الأهداف التي تضعها إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار أن الشعب الفلسطيني موجود في فلسطين التاريخية وبالمناسبة الشعب الفلسطيني في فلسطين موزع أو زيعة أكثر من اليهود في فلسطين التاريخية وهو يزيد عن عدد اليهود في فلسطين التاريخية بمليون نسمة وبالتالي طالما طالما ظلت إسرائيل تفكر في التعامل مع الفلسطينيين من ناحية أمنية ستظل تواجه فشلا بعد آخر وفيما يتعلق بسؤالكم حول موقف الاتحاد الأوروبي أعتقد أن الاتحاد الأوروبي هو شريك كبير جدا في الجريمة التي ترتكب ضد سكان قطاع غزة خاصة أن الدول الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قد شيطنت الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر وأعطت الشرعية والغطاء الكامل لإسرائيل من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ومحاولة طرده وليس هذا فقط بل جرت مع الولايات المتحدة الأمريكية وللأسف بعض الدول العربية ككطر ذهبت إلى مصر من أجل أن تسمح لعبور الفلسطينيين إلى قطاع غزة كي تقام هناك مخيمات للفلسطينيين شبيهة بتلك المخيمات التي أقيمت للعراقيين خارج العراق والسوريين خارج سوريا وبالتالي أعتقد أنه هذه الشرعية مهما جاء بعدها من تصريحات أعتقد أنها تصريحات خالية من المضمون خاصة أن الولايات أن الاتحاد الأوروبي يتبع بشكل يعني تمتكلي وراء سياسات الولايات المتحدة الأمريكية لكن في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ونتيجة للجرائم الإسرائيلية الضخمة المرتكبة في قطاع غزة أعتقد أن هناك في موقفين اليوم موقف مثل الدول الأكثر غينا في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا التي أعلن بالمناسبة سفيرها صباح اليوم أن بريطانيا ما زالت تؤيد استمرار لعدوان على الشعب الفلسطيني طيب أستاذ عليان آسف للمقاطع ولكن الوقت أدركنا بدقيقة لو تفضلتم في ذلك ما هي قراءتكم للأيام القادمة كيف أو إلى أين ستتجه الأمور بدقيقة لو تفضلتم يعني أعتقد أن الأمور ستذهب باتجاه استمرار هذه الحرب وأعتقد أن إسرائيل لن تحقق الأهداف التي وضعتها لنفسها مثل إسقاط حركة حماس والإفراج عن الأسرة وبالمناسبة الإفراج عن الأسرة لن يتم إلا بصفقة تبادل باعتراف المسؤولين أنفسهم لكن لابد من القول بصراحة وبوضوح أن المستقبل بغض النظر عن نتائج هذه المعركة أعتقد أنه سيكون مختلفا بشكل مطلق عن ما قبل 17 حتى بالنسبة للفلسطينيين في تطاق غزة الذين أعتقد أنه يجب عليهم أن يكونوا موحدين بغض النظر عن ولاياتهم وانكماءهم هل سيكون أستاذ مامون دور للسياسة في قادم الأيام أم أن المنطقة خلص ارتهنت إلى صوت المدافع والرصاص والصواريخ بأقل من دقيقة لو تفضلتم السياسة والحرب يصنعها السياسيين والحرب هي أداة خشن للتغيير السياسي ولذلك لكن في هذه المرة الحرب الميدان هو الذي يصنع السياسة ولذلك نتائج ما يحدث على الأرض هي التي ستقرر ماذا سيكون في السياسة وهذا النقطة مهمة جدا بس أريد أن أضيف شغلات صغيرة الموقف الأمريكي لن يتغير بشكل الإدارة الملكية ستوائم ما بين مطالبها ومتنياهو وهي ستقبل بحرب طويلة لكن منخفضة الكثافة شكرا جزيلا أشكرك مشاهدين الكرام كان بوديا حقيقة أن أسأل الأستاذ سامر عن استشرافه للمستقبل وما تدور في قطاع غزة من حرب وحشية يقودها لاحتلال الإسرائيلي وحلفائه من الأمريكان والمجتمع ربما المجتمع الدولي الغربي ولكن فقدنا الاتصال بها على أي حال في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث العرب أتوجه بشكر الجزيل إلى الأستاذ مامون أبو عامر وكان معنا عبر سكايب من رام الله عليان الهندي المتخصص بشؤون الإسرائيلية أستاذ عليان شكرا جزيلا حياكم الله وعبر سكايب كان معنا من نابلس سامر خويرة الصحفي الفلسطيني شكرا جزيلا لكم وأستاذ سامر مشاهدين الكرام الشكر موصول حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة